شاهدين سنوات من شراء الأسلحة أكسبت أذربيجان وأرمينيا ترسانة عسكرية بالمقارنة بين القوات المسلحة للبلدين فإن الجيش الأذري يحتل المرتبة الرابعة والستين عالمياً بينما يقع الجيش الأرميني في المرتبة المائة وإحدى عشر عالمياً بين أقوى 138 جيش في العالم وذلك بحسب موقع Global Firepower وصل إنفاق أذربيجان الغنية بالنفط والغنية بالغاز على قواتها المسلحة إلى مليارين وثمانمائة مليون دولار في المقابل سجل الإنفاق العسكري في أرمينيا مليار وثلاثمائة مليون دولار يضم الجيش الأذري 300 ألف جندي مقابل 200 ألف جندي في الجيش الأرميني أما بالنسبة للقوات الجوية للبلدين فتمتلك أذربيجان 147 طائرة بين مقاتلات ومروحيات وطائرات نقل وأيضا تدريب فيما تتكون القوات الجوية الأرمينية من 64 طائرة فيما يخص القوات البرية يملك الجيش الأذري 570 دبابة مقابل 110 دبابات لأرمينيا بحسب تقرير صحيفة الانديبندنت يمكن لأذربيجان شراء أسلحة متقدمة وبأسعار السوق من إسرائيل من تركيا وأيضا من بيلاروسيا بينما أرمينيا العضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها موسكو تستطيع اقتناء الأسلحة الروسية وبأسعار مخفضة جدا طبعا تطورات خطيرة في النزاع على ناغورنو كاراباخ بين الخصمين الأذري والأرميني أعاد للكثير ذكرى النزاع المسلح الذي اندلع بين الطرفين أواخر القرن الماضي واستمر لسنوات متسببا في سقوط عشرات الألاف من القتلى وأيضا الجرحة